الجميع يقول اليمن غير الخارطة في المنطقة كيف ولصالح من بدقيقتين اليمن 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 الآن سيد اليمن هو السيد عبد الملك الحوثي وبالتالي هو سيكون سيد الجزيرة العربية وعندما يكون هو سيد اليمن وسيد الجزيرة العربية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود كان يقول فقر اليمن في عزكم وعز اليمن في فقركم عندما بنت دولة السعودية 1923 الآن معادلة انقلبت الآن العزيز أصبح هو اليمني والفقير هو السعودي مش بالمال والأسلحة والارتباطات الدولية في صناعة الجغرافية السياسية وفي صناعة التاريخ الآن نحن في حالة تحول حصلت حرب عالمية ثالثة على الميدان يقول في 2050 اليمن سيحكم المنطقة العربية ككل العالم الآن بدأ على بوابات الشام الذي غير خارطة الأكوان هو الصمود الشعب السوري والجيش العربي السوري وحزب الله والإيرانيين في الشام عندما منعوا سقوط بوابات الشام في الثالث من أيلول سبتمبر 2013 أوباما شرب ثلاث مرات كأس السم على بوابات دمشق على أسوار غزة على تقوم بغداد اليوم يشرب الكأس الرابع في صنعاه هل سيتفرجون فقط؟ لا 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 يتفرجون لذلك هو عامل حلب بغداد ولذلك هو يحاول يخرج بسلسلة جديدة من الإجراءات وهو يريد العودة إلى المنطقة بلباس جديد وبالطرق جديدة وتكتيكات جديدة لكنه هذه المرة فات المعاد وبقينا بعاد ما في عودة إلى المنطقة يا أوباما ولا غير أوباما من سيعود؟ نحن سلاطين البحر الأبيض المتوسط الجدد نحن سلاطين الخليج جدد نحن محور المقاومة طهران دمشق الضاحية بغداد صنعاء نحن سنصنع خريطة المنطقة وسلاطين البحر الأحمر أيضا